اشتركوا في القناة فاطمة بنت مبارك تستقبل قرينة الرئيس الصيني وبينغ ليوان تزور لوفر ابو ظبيا منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وسام زايد للرئيس الصيني شي جينبينغ الذي وصل الى البلاد مساء امس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس الصيني شي جينبينغ الوسام الذي يعد الارفع في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الانهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الى ذلك علق سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا منح رئيس الدولة وسام زايد لفخامة رئيس الصين شي جينبينغ والذي قلده اياه الشيخ محمد بن زايد تكريم كبير يليق بضيف عزيز ويذكرنا بالاب المؤسس طيب الله ثراه الذي اقام جسور الصداقة والحوار مع الصين وفي عام زايد تترسخ مسيرة التنمية ويزداد حضور الامارات في العالم هذا وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة وذلك في قسر الرئاسة بابو ظبي وقد جرت لفخامة الرئيس الصيني لدى وصوله مراسم استقبال رسمية حيث حلق فريق فرسان الامارات الفريق الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قسر الامارات مشكلا لوحة بعلم الصين الشعبية فيما رافق الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد وصافح فخامة الرئيس الصيني مستقبلي من أصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الصيني بعد ذلك توجه فخامة الرئيس الصيني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان إلى المنصة حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين لجمهورية الصين الشعبية ولدولة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك توجه لاستعراض حرس الشرف الذي استفى تحية لضيف البلاد على صعيد متصل بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الرئاسة بالعاصمة أبو ظبي اليوم مع فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فخامة الرئيس أحب في البداية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني دولة الإمارات نحن نثمن هذه الزيارة كثيراً ونعتبرها زيارة تاريخية متأكدين بأن زيارتكم ستضع علاقاتنا الاستراتيجية في مرحلة جديدة علاقات الصين مع منطقتنا قديمة جداً من طريق الحرير قبل 2500 سنة وحتى اليوم انتقلت الثقافة الصينية لنا عبر هذا الطريق وأيضاً الثقافة العربية والإسلامية انتخلت للصين عبر هذا الطريق واليوم أنتم تقودون مشروعاً عالمياً لعادة إحياء هذا الطريق الدولي المهم مع أكثر من ستين دولة حول العالم واليوم بعد 28 عام يسعدني أن نكون معاً مع فخامة الرئيس في هذه المرحلة الجديدة من علاقتنا القوية بين الدولتين نحن معجبون بنموذج التنمية الذي تقودون في بلدكم والعالم أنا أطلعت على كتابكم ونتعلم منه تحدثتم في كتابكم عن السعادة سعادة الشعب وعن أهمية الشباب وعن الإبتكار وعن القوة الناعمة وعن الإبداع والتنكولوجيا ودورها في المستقبل وغيرها ونحن نتشابه معكم في التفكير وفي طريقة الأداء وفلسفته صعب سمو الشيخ محمد بن زايد النحيان والعاحد في عبدالبي وصعب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتون رئيس وزراء أنا سعيد جداً بإتاحة لهذه الفرصة لزيارة الدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على دعوة صعب سمو الشيخ خليفة بن زايد النحيان أرجو منكم أن تنقل تحية طايبة وتمانية رقيقة إلى صعب سمو الشيخ وأشكر على ما قبلت به من حسن ديافة وكرم الإفتقبال وأقمتم بشكل خاص أسبوع الصيني وهلا بصين وهناك علم في برج خليفة بلون أحمر وجميل الوسائل الإعلام الصينية قد قامت بتغطية الكاملة لهذه سورة الجميلة سيدي فخامة الرئيس يسعدني جداً أن أرى أخي وصديقي القديم بعد مرور أكثر من عامين على آخر لقاء لنا في جمهورية الصين الشعبية حيث أود أن أشكر فخامتكم مجدداً على حفاوة الاستقبال خلال تلك الزيارة أخي وصديقي فخامة الرئيس تتشرف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بزيارة فخامتكم التاريخية هذه وهنا أود أن أشدد على ما ذكر أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من أهمية وعمق العلاقة الثنائية الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على جميع المستويات والأولوية القصوى التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاقتنا الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية نرحب ونثمن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وذلك تماشياً مع رؤيتنا المشتركة وتأكيداً على المكان الخاص الذي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لبعضهم البعض نتطلع لتعزيز وتوسيع الأفاق العلاقات الاستراتيجية التي بيننا في جميع المجالات بما يشمل التعاون السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والإنساني كما وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات استقبلت سمو شيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله بقصر البحر ظهر اليوم السيدة الأولى بينغ ليوان قرينة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية وأكدت سموها أن قيادتي البلدين ستعملان خلال الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات في ظل التعاون الاستراتيجي المتنام بين البلدين الصديقين إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما وأطلعت سمو أم الإمارات قرينة الرئيس الصيني على النهضة النسائية التي تشدها الدولة وما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم ووصولها إلى أعلى المناصب الحكومية والخاصة وأقامت سموها في ختام اللقاء مأدبة غداء تكريما لقرينة فخامة الرئيس الصيني هذا وحضرت المقابلة والمأدبة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشيخات والمعالي الوزيرات والقيادات النسائية بالدولة وحرم سعادة السفير الصيني لدى الدولة بدورها زارت حرم الرئيس الصيني السيدة الأولى بينجليوان صباح اليوم متحف لوفر أبوظبي وتفقدت أبرز المقتنيات الأثرية والفنية التي تعود لحقب تاريخية مختلفة وتعكس أوجه التشابه بين مختلف الحضارات والثقافات حول العالم وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورا محمد الكعبي عبر حسابها الرسمية على تويتر تجولنا مع سيدة الصيني الأولى بينجليوان في متحف لوفر أبوظبي تمثل السيدة الأولى صورة راقية عن المرأة الصينية الناجحة في حياتها ومسيرتها استقطبت أنشطتها في الميدان الإنساني اهتمام العالم ولعبت دورا في تمكين المرأة بصفتها مبعوثة خاصة لليونيسكو لتعزيز تعليم النساء والفتيات ويمثل لوفر أبوظبي معرضا للآثار الفنية الآتية من جميع أنحاء العالم وحلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بمساهمة سنوية بقيمة 500 ألف دولار لبرنامج المنسق المقيم ولإصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائية بشكل عام وذلك حتى عام 2030 جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلت بها سعادة لانزكي نسيب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر المنظمة الدولية حيث حثت خلالها المجتمع الدولي على تجديد التزامه بالتحقيق أهداف التنمية المستدامة أعلنت وزارة الحج والعمر السعودي عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تخصيص الرابط الجديد يأتي نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريدة ولفتت الوزارة إلى أن تخصيص الرابط الجديد يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريدة افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس بحضور سلطان النعيم ممثل الهيئة ومحمد صالح وكيل أول محافظة شبوة قاعات محاضرات جامعية في كلية النفط والمعادن بعتق عاصمة محافظة شبوة وأكد سلطان النعيم أن المشروع يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم قطاع التعليم في محافظة شبوة وذلك ضمن خطة المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المحافظة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أما الآن فإطلالة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم غد بإذن الله وختماً لهذه النشرة إعادة للعنوين رئيس الدولة يمنح ضيف الإمارات فخامة شي جينبينغ وسامة زايد محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع الرئيس الصيني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فاطمة بنت مبارك تستقبل قرينة الرئيس الصيني وبينغ ليوان تزور لوفر أبو ظبيا نشرتنا انتهت شكراً على حسن المتابعة وإلى لقاء اشتركوا في القناة